عامر عادل خبير التنمية البشرية تعالية حضرتك على أراء المصريين رغم أنه هي كلها متنوعة لكن كلها بتصب في اتجاه واحد ونتيجة واحدة أنه لا مبالاة اللي بيتكلموا عنها غير اللي احنا بنتكلم عنها خلال هو اللا مبالاة حتى في أول حد كان بيتكلم كان فيه سيدة بتتكلم اللي هو الراجل اللي هو لا مبالاة يعني باختصار أنا عايز أقول للأنسة للستة المصرية أو للبنت المصرية هو تأخر عليك يبقى يهمال يبقى تأثير يبقى يحبكيش يبقى 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 لا هو تأخر عليك بس هي عملت فعل مثلا في البيت ما عملتش الأكل خلص خالص ما عملتش الأكل هي هي ما عملتش الأكل اللا مبالاة اللي بتكلموا عنها أنها مهملة وكذا وكذا ده اسمه فن التطخيم فن التطخيم الأمور بيعمل شكل كبير جدا في حياتك وما بينك وما بين شريك حياتك وما بينك وما بين زميلك أو مدراءك في العمل فهي ما عملتش الأكل هي ما عملتش الأكل نتجاوز الحكم ونعمل فن التطخيم إن هي إهمال يبقى هي كانت بتعمل كذا وكذا وكذا ده كل التطخيم ده هو اللي بيخليك في استرس دايما ده اللي بيخليه فيه دغط عصبي فاللا مبالاة مش حالة من التبلط زي ما الناس بتتكلم لا لو عامل نفسه مش من هنا لا خالص اللا مبالاة إنك بتعارف إنك في أي طريق وفي أي علاقة مع الآخر فيه مشكلة زي أي شركة نجحة بتأسس الشركة بتاعتها على أساس إنها تنجح ومن أساسيات النجاح خدمة العملاء ليه خدمة العملاء؟ عارف إن فيه مشاكل هتأكل وهتصلوا يعملوا مشاكل وتكلموا من النجاح إنك تحط آلية لحل المشكلة دي فكرة اللا مبالاة إن أنا حطيت آلية لحل المشكلة عشان الناس اللي هتجيلي بمشاكل يبقى في جهة مقتصة بحل المشكلات لكن فكرة ما فيش مشكلات خالص لا ما فيش حاجة كده وفي حياة وردية بدون أي مشكلات طيب سؤالي لحضرتك إمتى تكون اللا مبالاة مرض يعني زي ما بيقولك ده مكبر دماغه ده مش عايش معنا زي ما اسمعنا في التأرير وإمتى تكون صحية يعني لأي درجة وإمتى أستخدم اللا مبالاة لشان أقدر أخرج من المشكلة لو قررناها مثلا بحد بسوق عربيته وهو ماشي في الطريقة فانت مش في دماغ حاجة خالص لكن الحالة الوسط اللي احنا عايزين يعني اللا مبالاة وصلت لمرض لو تبلد الشخص هنا بيسمى الشخصية السلبية اللي هو قوم يعمل لأ ومشتغل لأ مثلا من علاماتها إنك تقعد يومين في البيت ما بتغيرش هدومك وصل للإحباط مش عايز تقوم تسرح شعرك مش عايز تاخد شعر مش عايز تجدد نفسك سواء الرجل أو المرأة هنا انت في حالة التبلد والإحباط نتيجة عن اللا مبالاة الزائدة لكن لو انت اللا مبالاة انك بتتعامل مع الحدث على قدر الحدث بدون تضخيم المشكلة احنا بنعاني كمجتمع عربي من فن التضخيم لإلى إن احنا طبيعتنا حارة شوية غير البلدان طبعا بالأعصاب بتبقى ملتهبة شوية يعني كتاب اللا مبالاة دا لو قرأ لو قرأنا احنا كمصرين أو كعرب نقول لا دا دا فانطقة تانية خالص دا دا مش داريان بينا لا هو الفرق ان احنا انفعالين احنا عندنا حالة الفوران لانفعالي والعاطفي زي دا فهو مفيد لنا كمان ان انت تحاول تعطي الشيء قدره وتعطي المشكلة قدرها ودايما تتوقع ان في مشاكلها تحصل